في الهاتف الزائرية بدل بلسول أنه هو أحد الأخير منصف السلامي يهمنا أن المنصف هذه المتعاملين يأخذها أعداد كبيرة من المتعاملين وأنها تبقى معدلات السلام المتفع وأنها تبقى الاستطاعة في قدر الاستطاعة بتاع الأشياء بتعكد أدفها وإستعكد ما يدل باقي الهديد الشريف أعلم بس أحق نحوريين من أول كده نقصت عليهم وأتحدث أتحدث معكم إيه اللي تم على مدار العام المتارن كله فيما أتعلق في الأسبوعات اللي تحاول نعملها وإننا هتحاول نعمله على مدار العديد لأنه بالآخر أتكرد المؤسسات اللي هو متقاصل من المؤسسات المالية في قدر أعداد وكامها بدون عندها تطلق إصلاح مستمرة كل سنة كده تحاول تددها وتحاول نعطلها على مستوى الحاجات اللي هتتحدث عليها أمر غير قبل للتعطيط في ضد نحن نتكلم على منافة شديدة ما بين الأسواق اللي هنا في مصر والأسواق من الزوال العرارية والأسواق من الزوال الجمعية والأسواق من الزوال الجوفية ومستجي عمليين في المنافة منتاجاً منها تباستلينا دايماً يعني ذلك نتكلم على المنتبهين بشورة كبيرة على إيه هي الأسواحات اللي هتتحدث من تعييها على مدار كل سنة كده 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 يعني ايه الصحاط اللي هتتحدث نحن نتكلم أول بس محورين اللي هو نحن نتكلم عليها القرصات اللي هتتحدث بمعييرين رؤوسيين ما يرى الأولان وهو الأهم هي معتلات الثداول للمعتلات الثداول لما بدأتها مرتفعة معناها أن هناك ناس كبيرة بصت على هذا الورق المالية بصت على الصحاط هذه الورق المالية سواء الورق المالية سهل من الصلاعيات الشركة سلا تطلعه أيضاً أو أي جهة من الجهات التي تطلع سندات فهذه الحالة لما بدأت معتلات الثداول المتافعة معنا هناك نتكلمين كثيرين قد تطلعه على الصحاط هذه الورق المالية وبدأ يتعاملون على هذه الورق المالية سعر هذه الورق المالية بيعجز في القراءة ناس كثيرة دخلت فيه عملية التداول على هذه الورق المالية ما هي الموضوع؟ أن في الآخر ما تبقى يشتغل الورق المالية يبقى 2 أو 3 أو 10 أو 20 اللي حديده نستلم على أعداد كبيرة في الورق المالية اللي حديدت كميات كبيرة ما هو محدش على السبب المالية الكبيرة إلا إذا كان عمل المفهوض المفهوض منه كما يتعلق به براية الورق المحور الأولية وهو دياجة معدلات التداول التي تقيم في الورق المالية لذلك حتى الثلاثة المثيبية تتركب يعني وسط أخرانها من البخصات الأخرى مثلاً السفقة عامة أي جسمة ده بيقول لك ما هي معدلات التداول اليوم مقارناً بإنباقي الورق المالية تتركب نفسها عن متوارد فريقياً عن متوارد عربي، عن متوارد أوربي وأغيراً بيكون ترتبات المحور الثاني، الناس بالقصد عليه دائماً ما هي جوزة للإصلاحات وهنا فيها شدقين إن جوزة للإصلاحات ده قد يكونوا يحكي لكم يعني بوع نفسناً أننا أكثر تشدداً من الكثير من الأشباق الأوروبية يعني جزء المهم جداً دائماً بالتنوع من ده لأنها تتركب أي عملية الإصلاح تتركب أو أي عملية تصوير تتركب لأنها تتركب على الأنفر البشر، ما عندناش مجال المجال في الأنفر البشر في مجال شخص الأوراق المالية، ليس متطور، ليس متعرف، ليس متطلع على أهم التعديلات التي تحتفت على المنتجات المالية الجديدة وغالي تكون يعني أنت هاجمة كده أمر ضيء ويحاول أننا نحن نعلم ناتج ونطلع ونشوفه في الخطرة ببقى بتعني مجال نقل أننا أكثر تشدداً بس على الرغم أننا أكثر تشدداً بصورة كبيرة يعني إذن الشركات التي هي تعمل دياجة رفض المال يمكن أن ينتبهي على أدار سنة ديجة بحالهم يمكن أن يكونون تلك كل شهر وكتشف يمكن أن تعمل دياجة رفض المال يعني أن يحططوها في الحاجة التي تتركبها وكتشفتها فيها كانت عاودي بني مصنع كانت عاودي بني هنجر كانت عاودي بني ملحية ما كانت الحياة التي تتركبها في هذا الامر ما عملتهاش أو عانت بيها أي لو حاقبتها في الباكت حاولتها في الباكت حتى يسا وذي تفضل تعمل المتابعة دي العملية بتاعة رؤوس الأجمال نتبهي بفترة دوني تتامة على ترديعات الأرواح إذا أردنا، فأنا أحسابنا لأننا أعطوش أروا حديث وأعلمتو عنها وما غير ذلك برا باكتاك برا يقول يعتمد أن المساهم هون يعطو الشركة الشركة تقررت أنها تتأخر على المساهم في أنها تتكيره أولاً فترقات الأربع المساهم هيعطبها أنا هجأت أمان أعطوه أن الشركة ليس جاثة باقتداماتها التي تقولها لتنام المساهم التي لقنا إن الشركة أعلان إنها تتاوه وليتقى لها وليتفعل كما تكون كما تعلق مستخدامات للغض المال هو المساهم الذي يعطيها عطوله الذي يعطيناها وبالتالي أكبر ضرر للشركة وفي الآن ساهمها يتأثر نفيدة عدم وجود إخبار على ورق المالية لكن نحن نأخذ هذا المنهج الأكثر تشكداً لكي نستيمن بنحاوله لذلك يمكننا التعاملات المنظومة لها منطبق عبدالله المحاسب الذي يعمل في الشركة هو مستوى التدريب ومستوى التعليم ومستفع وبالتالي الغماشة التي تضطع المراجع للشركة بذلك الغماشة كويسة والمراجع نفسه يناجي لأكثر تشكداً نسبياً وفي الإدارة الغالية هناك تبقى أخرى وهي هناك عندهم الجزحة أو الجربة من الوقت أنه يقدرهم ويوجدهم أنه يوجد أكثر تشكداً على المساهم لكن على الرغم من ذلك هذا يقول لك أن المساهم التي هي المساهم التي محطة لنا تكون عندهم على المستوى والمستوى 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 المستوى ويوجد تحضر لاحظة ويوجد تشكد ويوجد تشكد